ايه بقى الثلاث حاجات اللي تخليني بقى اتيقن ودوق نعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي متخبية في النجاح اللي هي السعادة ثلاث حاجات اول حاجة المدومة يعني ايه المدومة؟ يتحول العمل اللي انا كنت بعمله باخد فيه في الاسباب وبتقن وحسن الظن بالله يتحول الى عمل دائم خير العمل يأدومه أدومه ليه؟ لانه أصبح طاعة ويصبح طاعة ازاي؟ عشان انا اتجهت بيه الى مولايا ايه دا؟ يعني السير في طريق النجاح طاعة لان ليه؟ من أتاني يمشي يبقى انا لو رايح في طريق النجاح انا رايح في طريق العبادة انا بعبد ربنا وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم يبقى انا ماشي في طريق ربنا يبقى انا ماشي في طريق الطاعة ايه دا؟ يعني انا وبذاكر ممكن كل حرف بذاكره بذكروا يبقى طاعة اه طبعا يبقى كل حرف بعشرات الحسنات اه طبعا وكل حرف بقرب من الله اه طبعا ليه لأنه طاعة يبقى إذا كان المذاكرة وإذا كان الأخذ بالأسباب إذا كنت بتضرب عشان أحسن مهاراتي في عملي بتضرب عشان أحسن معاملتي وقلقتي مع أهلي كل طول ما أنا بتعلم طول ما أنا بعرف طول ما أنا بتنور أنا في طاعة يبقى ازاي حافظ على الطاعة دي ازاي أدوء حلوة السعادة بقى بتلات حاجات أداوم على هذه الطاعة خير العمل أدوامه وإنقل وارضة لما يجي لي كتير أرضة لما يجي لي أولي الأرضة وبعد كده عامل ايه أشكر مولانا سبحانه وتعالى يبقى الشكر كمان يبقى التلات حاجات دولة يدوقون حلاوة الايه؟ حلاوة الايه؟ حلاوة السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في النجاح